أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى فقرة قراءات وأبرز مقالات الرأي مقالة الرأي اليوم من صحيفة الخليج أقول لكاتبه يونس السيد الذي عنونه الصين في عيون الغرب يقول الكاتب لا يمكن فهم تناقضات المواقف أو الموقف الأمريكية تجاه الصين بمعزلين عن الصورة السلبية التي تحاول واشنطن أن ترسمها لبكين في عيون الغرب خدمة لأهدافها ومصالحها الاستراتيجية وبالتالي فهي تعلو وتهبط وفقا لمخططاتها هي ولو على حساب مصالح الطرف الآخر والعالم بأسره يضيف الكاتب أن التقارب مع الصين ومحاولات رضعها في آن واحد ومحاولات تسخين الأجواء ثم تبريدها جزء من السياسة المتبعة لإبقاء أو للإبقاء على الهيمنة الأمريكية في الساحة الدولية لكنها أيضا جزء من الصراع الدولي الشامل على النظام العالمي الجديد ويؤكد يونس السيد أنها تدخل أيضا في محاولات شيطنة التنين الصينية القوى الاقتصادية والعسكرية الصاعدة لخلق تلك الصورة السلبية في أذهان العالم الغربي باعتبار الصين هي ما يمثل التهديد الحقيقي للغرب مستقبلا ويرى يونس السيد أنه يمكن تفسير سعي واشنطن لإصلاح العلاقات مع الصين خشية اندلاع حرب اقتصادية وتجارية معها لن يكون لصالح أو لصالحها في ظل الظروف الدولية الراهنة وتجنب احتمال قيام حرب تجارية بينهما سيؤدي حتما إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي بحسب الخبراء الأمر الذي تخشى واشنطن بشدة تأثيره في الانتخابات الأمريكية المقبلة وبالتالي وضح الكاتب بأن زيارات المسؤولين الأمريكيين ولقاءاتهم المكثفة مع المسؤولين الصينيين مؤخرا كانت تستهدف منع التصعيد أو السماح باندلاع تلك الحرب لكن المشكلة تكمن في المحاولات الأمريكية لفصل الاقتصاد عن السياسة والأمن الإديولوجي وهو ما ترفضه قطعا الصين التي قد لا تمانع في الذهاب إلى حد المصالحة الاقتصادية وفق شروط عادلة متبادلة لكنها ترفض أي مقايضة أو تراجع في مشكلة طايوان التي تعتبرها الصين جوهر قضاياها وبروميتر علاقاتها مع الغرب وفي هذا السياق بات من الواضح تضيف الصحيفة صحيفة الخليج أن الصين ترفض التخلي عن علاقتها المتنمية مع روسيا لصالح تحسين علاقاتها مع العالم الغربي لإدراكها طبيعة المناورات الأمريكية الهادفة إلى احتوائها بمعزل عن مصالح أو مصالحها أقول وما تعتبره حقوقها السيادية والقومية كما أن واشنطن تدرك أن مساعيها للتقرب مع بيكين ليست أكثر من محاولات لمنع المزيد من تدهور العلاقات المتردية بينهما يختتم الكاتب مقاله بأنه لا يزال التقارب الصيني الأمريكي ينظر إليه بعيون مختلفة ويبدو أن هدفه في المرحلة الراهنة لا يتجاوز استرضاء الصين ومنع التصعيد لا أكثر مشاهدين كان هذا مقال الرأي لنهار اليوم من صحيفة الخليج لكاتبه يونس السيد والذي عنونه الصين في عيون الغرب ختام هذه الجولة ضمن الصحافة في أمان الله